السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني احنا الآن صار عدنا مجموعة اشياء مهمة جدا اللي هو PV Create اللي هو انت تعمل عن طريقة Physical Volume PVS اللي هو عن طريقة تشوف Summary عن Physical Volumes المتوفرة في عندك PV Display اللي هو بيشوف لك كل Physical Volumes ومع خصائصها في عندك ايضا ال VG Create اللي هو بيعمل لك Volume Group في عندك ايضا ال VGS اللي هو بيشوف لك Summary الملخصة عن Volume Groups المتوفرة في عندك ايضا ال VG Display بيشوف لك كل Details لل Volume Groups مع الخصائص اللي متوفرة فيها ايضا عندك LV Create اللي هو بيعمل لك Logical Volumes في عندك LVS اللي بيعمل لك Summary لكل Logical Volumes اللي عندك في الديفايس كذلك LV Display اللي بيشوفك Details بالكامل مع Logical Volumes وخصائصها اذا هذه هي الكوماندات مهمة جدا احنا مهمة جدا لنا انه احنا كيف نستخدمها اليوم موضوعنا هو Resizing احنا كيف نعمل Resizing لل LVM Logical Volume من احد الاشياء المهمة والجميلة جدا والفائدة المهمة جدا في ال LVM انه ال LVM ممكن انه من السهولة جدا انه انت تعمل Resize اعادة تحجيم للهاردات وهي مهمة جدا لما تجي تتعامل مع الفائل سيستم لما يكون يشتغل السيستم ويكون عندك الهارد امتلأ وانت تحب انه تربط هارد جديد عندك الديسك ما بيساعد فاذا انت كان عندك اذا انت كان عندك فائل سيستم من نوع مثلا ال XFS اللي احنا بنستخدمها في ال Linux تم استخدامها فانت عندك الفوليوم ممكن انه انت تزيدها ما عندك اي مشكلة لما تستخدم ال XFS ممكن انه يكون قابل للزيادة لكن ما يسمح انه انت تقللها يعني فيه شي مهم جدا لما تجي تتعامل مع ال LVM وانت عملت الهاردات LVM لكن الفائل سيستم عندك XFS ال FXFS يسمح لك انه انت تزيد الهارد لكن ما يسمح انه انت تقلل ليست مثل ال Exit 4 ليست مثل ال PTRFS هذولا بيسمحوا انه انت تقلل ايضا انه انت تستقطع من الهارد فاذن انت لازم تخلي في بالك يعني انه انت لما تستخدم ال XFS اللي هو بيستخدم في ال Red Hat Default الهارد في مراحل تنصيب مثلا ال Red Hat انت لازم تقرر XFS بمعنى انه انت مستحيل تستطيع انه تقلل من هارد لكن انت قابل للزيادة ممكن تزيد براحتك لكن ممكن تستخدم ايضا ال Exit 4 ال Exit 4 اللي هو قابل للزيادة وقابل للنقصان ال PTRFS ايضا بيدعم الزيادة والنقصان طبعا انت لما تجي تحب انه انت تعمل Degrees تقليل من ال Exit 4 File System ممكن انه انت تعملها فقط في حالة انه يكون ال Exit 4 Offline يعني ليست Mount بمعنى انه انت تحتاج تعمل Unmount إلها قبل انه انت تتجي تعمل Resize حنتعلم كيف احنا بهذا الدورة حنتعلم كيف نعمل Resize كيف نزيد من حجم Logical Volume لان اكثر السيرفرات هي زيادة حجم وليست نقصان حتى نعمل احنا Resizing للVolume Group اول جزء من عنده انه احنا نعرف LVM بيسمحلك بالFlexibility بمعنى انه سهل جدا انه تعمل فيها Resize للVolume Group وكذلك تستطيع انه تعمل Resize للLogical Volume اللي هما بدورهم بيستخدموا الديسك الديسك طبعا انت ممكن تستخدم اهم كومندات اللي هي موجودة في Volume Group اللي هي VG Extend Clear مضاد لقشرة VG Extend هذا الكومند يتم استخدامها حتى انت تضيف Hard Storage على Volume Group وايضا في عندك هومند اخر اللي هو VG Reduce VG Reduce هذا الكومند يتم استخدامها على Physical Volume الفكرة من عندها انه انت تقلل منعتها فانت بنسبة لامتحانة الRHCSA انت تحتاج فقط تعرف كيف انه انت تعمل Extend كيف تزيد Hard في الامتحان ما يجي لك تقول لك تعال قلل Hard فاطمئن احنا هناخذ الحال اولا كيف نزيدها سهل جدا بس تتبع القطوات انه اول شي تتأكد انه انت عندك Physical Volume موجود وانت تعمل اضافة للLogical يعني ما معقول انت تضيف Hard وهو اصلا مش موجود رقم اثنين انت رح تستخدم الCommand اللي احنا ذكرناها سابقا هو VG Extend حتى تعمل Extend للVolume Group بتضيف فيها الDesk الجديد و بمجرد اضافتها Automatik حيتم اضافتها Group باستخدام ايضا الCommand اللي هو VGS حتى بس تتأكد انه تم اضافتها من ضمن ال Group ما عندك اي مشكلة ال VG ايضا يحتوي على يعني ال VG اذا كان يحتوي على اكثر من Physical ممكن انه انت تشوف PV S اللي هو Physical في حتى اذا تحبيت بس تتأكد اوكي احنا نعرف انه حتى نشوف VG Groups ممكن انه احنا نختار IVG Groups طبعا احنا عدنا ثلاث VG Groups انا عملت ممكن انه انت تعمل VG Group خاص لحفظ الData مثلا تعمل VG San اوكي اللي هو Storage Access Network احنا نعرف انه في عدنا commandات resizing وغير وغير طبعا احنا في عدنا commandات كثيرة ممكن نستخدم ها ممكن كل هذا احنا ناخذ Exercise يكون افضل لنا حتى نشوف احنا كيف نعمل resizing اول الشغلة احنا نحتاج انه نكتب PVS تتأكد انه Physical موجود بعد اللي تجي تضغط على VGS انت تعرف كيف تعمل Physical صح Physical Volume خلاص لما تعمل Physical Volume فقط في النوع تحتاج انه تضيف ها ل Group Volume Group خلاص نشوف Time بيسمح طيب اذا احنا نحتاج الى F Desk صح F Desk نحتاج انه انضيف فقط مثلا 100 Mega اوكي 100 Mega احنا نحتاج انضيف مثلا for example انه انت تريد تضيف Partition جديد فليكن مثلا انت عملت Partition جديد هذا Partition حجم 100 حجم 100 Mega أو something like that وتحب انه انت تضيف ها في Data فكل اللي نحتاج احنا نحتاج انه تبع طرق خاصة هنا انا احتاج انه اعمل Shutdown لل Virtual Machine لان هذا الشيء ما رح ينفع الان لازم اذهب لل Virtual Machine في Server 1 واضيف واحد اخر لانه السابق قمنا باضافتها صح خلنا نعمل Extend فلنفرض انه عدنا Storage هاذا Storage فيها Hard الان هذا Hard لم يعد كافي اذا احنا نضيف عليها جيت انا ربطت Hard خارجي هذا Hard الخارجي فليكن اسم اي شيء كان انا نعمل فقط انا نضيف عليها External أو Addition Hard او نجي اعملها 1 جيجا اجي اعمل Create هيا اعمل لي External اذا باك حال انا اضفت Hard دي في Computer او في Server يبقى عليها انه انا اشغل هذا Server طيب انا هنتظر انه Server يشتغل وهذا بعد ما يشتغل Server ننتقل للمرحلة الثانية لهنا اقول لكم مع السلامة